استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني نهاية الأسبوع المنقذ وفد برلماني عن مقاطعة البافارية الألمانية حيث تم التطرق إلى علاقات التعاون التجاري وفرص رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين وأكد زيتوني أن الجانب الألماني اقترح نوعين من الاستثمارات تتمثل في الاستثمارات الضخمة التي تخص تصنيع السيارات والشاحنات وأخرى تتعلق باستثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مضيفا أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك مرافقة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين